المستوى الأعلى هطولا للأمطار خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر منذ يوم أمس سجلته مناطق الأردن الوسطى وبحسب إحصائيات أعلنتها دائرة الأرصاد الجوية فإن المناطق الجنوبية كانت الأقل في مستوى الهطول المطري خلال هذا المنخفض وفيما يتعلق بمخزون السدود أعلنت وزارة المياه والري أن مياه الأمطار التي هطلت خلال يوم أمس عززت المخزون المائية للسدود بنحو مليونين وستمائة ألف متر مكعب ليصل حجم التخزين الكلي في السدود إلى تسعة وثمانين مليون ونصف المليون متر مكعب وبذلك بلغت نسبة التخزين حوالى ستة وعشرين في المائة من الطاقة التخزينية الكلية للسدود والبالغة ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون متر مكعب ترجمة نانسي قنقر